موسيقى مكملين مع البيئة حتى براندفو اليوم مع ضايفتي دكتور مكدا بوداغر خرات صباح الخير صباح يوم حضرتك حيزة على دكتورة بالعلوم الطبيعية وتحديدا بيولوجيا موليكولير دي بلانت وحضرتك رئيسة قسم العلوم الطبيعية بكلية العلوم بجامعة الإديس يوسف اليوم رح نحكي ونفصل المشاريع اللي عم بتصير للبيئة ولا مساعدة البيئة وتحسين البيئة وتحديدا عن مؤتمر رح بيصير بـ 15 و 16 تشرين الأول ببيروت بدي هيك أخذ لمحة سريعة أول شي عن نشاطات الكلية بشكل عام لبعضين نفوت بتفاصيل المؤتمر كلية العلوم اتأسست بالـ 97 يعني هي كلية جديدة بالجامعة اليسوعية في أربع أسام فيزيك شيمي مات والسيانس دولافي إدلاتيخ يلي أنا مسؤولة عنه في مجال البيئة أكيد في عندك كتير مجالات كل شي خاصة بالعلوم بس بمجال البيئة في عندنا أكيب تشتغل على الكلية دولار في عندنا ناس تشتغل على الكلية ديزاليمان والأكيب اللي بشتغل في أنا هي كل شي خاصة بالبيئة بالمحافظة على البيئة بالجنات المتعلقة بالشجر بإعادة الزرع من شان هيك عم بيكون فيه كمان تعاون مع عدة جمعيات خيرية لبنانية اللي بتعنا بهذا الموضوع ورح بيكون فيه جمعية جزورية اللي مشاركة معكم بهذا المؤتمر بالذات شو موضوع المؤتمر تحديدا؟ جمعا كل شي بيعنا بالبيئة مفروض يكون معنا بارتنرشيب مع المجتمع المحلي لأنه قدما نشتغل بالجامعات وبالمختبرات إذا هذا الشي ما تطبق على الأرض وإذا الأهل المسؤولين عنه ما تبنوا المشروع هذا الشي ما رح يستمر دونك بالمشروع اللي رح أحكي عنه اليوم يلي هو بروجي اسمه إيكو بلانتماد هذا مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في عنا ديفرينت بارتنرز من الميديتراني في عنا دول أوروبية مثل سردينيا إيطاليا كريت إسبانيا في تونس ولبنان بهذا المشروع الهدف منه هي إعادة تأهيل المواقل البيئية يعني الإيكو سيستامي المتضررين يعني هون صرنا بستيب أبعد من أنه بس محافظة على البيئة ما نرجع نصلح للإشياء المتضررة وهذا المشروع بلج له سنة وبعد سنة قبل الختم رح نعمل هذا اللوغو طبع المشروع رح نعمل المؤتمر للكونفيرنس انترنسيونال حتى كل البرتنير ميديترانيين واللوكل يقدروا يشاركوا بالمشروع ويحكوا عن الإكسبرينيس طبعا رح بيكونوا موجودين بلبنان مثل ما الكل عم بيكونوا موجودين بكل البلدين أو كل بلد لحال يشتغل نحن نشتغل كلنا مع بعضنا وكل واحد ببلده بهذا البروجيت في عنا دي بروجيت بيلوت واحد بلبنان واحد بتونس البروجيت تابعنا هو إعادة تأهيل المناطق العالية عم نشتغل مثلا بروجيت تابعنا بكفر دبيان بالاتفاق مع جمعية جزر لبنان على كيفية إعادة الغابت بس هذه منطقة كانت غابة من زمان وبالترجع تصير غابة بس ما فينا نعملها بطريقة عشوائية لازم نشوف من وين ما نجيب الجرين والشتل كيف ما نزرعهم بأي طريقة بأي سيزون بأي أنواع كل هذه الدراسات وبلجتوا ببعض المناطق بلبنان مثل الزعرور كنت عم تقولي لي بالزعرور هو مشروع كان مع جزر لبنان بكذا منطقة بلبنان الجزر لبنان بتزرع بكل المناطق اللبنانية منهم كانت منطقة الزعرور من سنتين زرعنا هلأ في عنا مشاريع عديدة مع جزر لبنان وفي عنا الجلا دينر مبدئيا بتجون ومش بس التحريش هو الهدف إنما هو الشغلة الوحيدة اللي عم تنعمل في كتير قصص عم بتبلشة تشتغل عليها وكمان دراسة للكائنات الحية اللي مهددة بالانقراض عم تشتغلوا لحتى ترجعوا تردوها ولا حتى تعيدوا كمان التوازن البيئي اللي حواليها من شان كمان يكون هالمكان مناسب يعني هي في اشياء فينا فينا نعملها في اشياء طبيعة لوحدة بدأت تجدد بس نحنا بنعطيها من بتي كوتبوس يعني مثلا الحيوانات ما فيها نجبرهم نجيبهم ونجبرهم يقعدوا هون في اشياء نعملها بس لازم يكون دجاء المحل مأهل لقلهم يعني نحنا البروجيه تابعنا هو إعادة تأهيل نظام البيئي كوتابلانت يعني بالنباتات بالأشجار بالزهور الموجودة وإذا صارت هذا الشيء صار ستابي بيرجع الكائنات الحية منهم لواحدهم بيجوا من مناطق تانية وبيتكاتروا وبيأخذوا هذا الموقع يعني كأنه هو إعادة أحياء للطبيعة لحتى هي ترجع تشغل هالسيستام كله مع بعض هل في كائنات قردت كلياً وعم تجربوا ترجعوا تجيبوها من غير أماكن؟ لا سوء الحزق في عنا كتير كائنات حية نقردت هلأ في عنا مشروع تانية عم نعمل هي نعمل للليست الريد ليست يلي هي بالكائنات المهددة بالخطر هيك دجام نعرف شو شو اختفى شو كتير مهدد وشو رح يصير مهدد بالمستقبل القريب هيك مسؤولنا قدر نعطي بريوريتي للأشياء اللي لازم نعملها بس هون في شارع يعني ممكن نجيبوا أشياء من غير بلدين هون النقطة الكتير دقيقة بالمشروع جمالا مرجع إذا بدو يرجع ينجيب شي هي شي كان دجام موجود عنا جمالا المنطقة البحر الأبيض المتوسط هي 50% من الكائنات اللي عايشين فيها إن كانوا ناباتات أو حيوانات عايشين بس بالميديتراني ما منلاقيهم برات ما منلاقيهم مثلا بأستراليا بأمريكا فوق بأوروبا ولسوق الحزق بس 5% منهم بعضهم ناتيرال كل الباقيين إيش يصارت العالم اشتغلوا فيهم وغيروا بوجه الطبيعة يعني ما بقوا عم بيكونوا مثل ما هني أصلا ممنوا ناتيرال لونك الفكرة من هيدا البروجيل عم نشتغل إنه نستعمل بس ناباتات محلية إذا بدنا نرجع نفوت على البلد يعني ما فينا نجيب مثلا إذا ما نزرع بمنطقة أهدن منجيب من غابة أهدن ومنكبر ما منروح منجيب مثلا من البروك فيه إشياء ما ننتبه على اللوكل وإذا على مدى أعلى شوي فيه عندنا المناطق لحدنا مثلا بسوريا وتركيا ما رح نروح نجيب من إسبانيا نفوت على لبنان ما بيزبطوا مع بعض هي أنه الكائنات الموجودة عنا إلى ملايين سنين موجودة هون لذلك الأدابتي وعلى الكلماء الموجود على طبيعة الأرض لذلك هؤلاء الأشياء لازم ناخدهم بعين الاعتبار وهذا كتير مهمة لكل الأشخاص المفروض يحضروا هذا المؤتمر يلي هني اللاندسكيبرز يلي عندهم مشاتل الجامعات يلي بتعلم كمانا تأهيل البيئة تنوعيون على فكرة كل شيء البلانت ناتيف نايتف سبيشيز يلي لازم ينتبهون نحافظ عليها ولازم نخلي له هالتران فاورابل يمكن لحتى ترجع تنمى هل في أشخاص أفراد ممكن يستفيدوا من هالمؤتمر أكيد نحن عملنا مؤتمر لوكال قبل ما نعمل الانترنسيونال وكان في صراحة قبل كتير كبير من كل الجامعات اللبنانية وكان في عدة مشاريع تلك وكان في عدة مشاريع تلك وكان فيه هذا شيء ما كنا نلاقيه من عشر سنين اليوم المجتمع اللبناني صار حاضر صار واعي على المسائل البيئية وصار رادي أنه يعمل أشياء لحتى يحسن مثلا صار فيك أوبيراتيف لكل شيء شجر نايتف مثلا وزارة الزراعة أطلقت مشروع لأربعين مليون شجرة الحلو أنه عم تشتغل مش بس على المشروع بس زرع شجر بس على كل تأهيل الشان يعني من محل ما ما نجيب البزور لأي ما نزرعهم لتأهيل المشاتل كله هذا بكمل بعده واليوم المجتمع اللبناني كثير عم بساعد بهذا الشيء ووزارة البيئة قد تساعد كمان مثل ما ذكرت وزارة الزراعة عم بيكونوا مشاركين بهالمشاريع هيدا كيف عم بيكونوا العمل معهم؟ طبعا إلى حد ما نحن ما فينا نشتغل برات الإطار العامل الموجود عنا كل شيء موجودين بدهم بس يتطبقوا وهلأ اليوم دور الجامعات هي أن تقدر تستكتب هالمشاريع الانترنسيونال لتقدر تجيب فند لتشغل الشباب الموجودين يلي عندهم كل الكفاءات واللي عندهم الاستعداد ليشتغلوا دونك هيدا حلقة متكاملة يعني بدك الأشخاص بدك التمويل وبدك الكادر الدولة نعم ليه حاليا هلأت فيه اهتمام من قبل الشباب تحديدا لحماية البيئة؟ هل بفضل المبادرات يلي عم بتصير إن كان من الجمعيات أو من الجامعات أو من الناس المختصين أو هل أنه بالفعل فيه تدهور كبير للبيئة؟ هو التدهور عم بيصير بلش من زمان بس هلأ صار فيه وعي لقلو يعني أول شيء كان كل شيء مشاكل البيئة كانت بتخص بس الأشخاص الإيكولوج هؤلاء اللي بيصرخوا على التلفزيونيات وقفوا هلأ صارت مسألة الكل ما بقى أنه مشكلة شخص أو شخصين أو جمعيات بيئية المشكلة عم نحسها كلنا يعني مش ضرورة حتكون معه دكتورة بالبيئة لا يكون يفهم بالموضوع هذا شيء فريمان لكل يجب يهتموا فيه وكلنا مسؤولين وكلنا هنتضرر أو هنستفيد منه إذا اشتغلنا صح ودايما نفكر بالمستقبل وبالجيل القادم أكيد كمان الضرر سيكون أكبر إذا اليوم ما بلشنا نحط حد لهالموضوع ونشتغل لتحسينه شفنا بالصور مختبر للبزور هذا المختبر تابع على الجامعة وشو دوره؟ نعم 2009 جمعين جزور لبنان بالاتفاق مع كلية العلوم حضرت هذا المختبر في وقت بلشنا نزرع بال2008-2009 كنا دجوعين على فكرة نزرع أشجار من بره نزرع أرز محل من الأرز بيطلع معنا نزرع مش بس أرز وصنوبر بس في عنا غير عنا مثلا الخوق البري الكرز البري عنا كتير أنواع موجودة في لبنان عنا مثلا الحوز عنا كذا نوع موجودين بالمناطق بس ما منلقيهم بالمشاتل وقتل ما نرجع نعمل تأهيل لموقع بيئة مثل ما كان لازم نطلع كيف كان وشو الإشياء الموجودة بقلبه يعني عم تيخطوها البذور وتشتغلوا عليها بالمختبر لا تتكاتل هل أننا نعرف نعرف أي موجودة في لبنان وين موجود شو نقدر نجيب منه بذرب باللابو نتعلم كيف نفرخ وكيف نكبره ونوزع لكل المهتمين بعدين نسترم منه نشتل لنزرعه يعني عمل يكون علمي بيئة كمان اليوم بالمؤتمر طبعا حكينا عن من الببليك أو من المشاركين بالمؤتمر هل فينا أو من ما كان فيه يطلع يشارك بهالمؤتمر كيف يمكن يأخذوا فيدباك عن النتائج أو عن المشاريع والقرارات التي طلعت من خلاله على الويبسايت تبع البروجي الإيكو بلانتماد دوت إيو رح في كل الانفرميسيون وفي حد عن الكينوت سبيكر يحكوا بهذا المؤتمر وحتى فيه أشخاص من كل الجامعات في لبنان رح يكونوا مشاركين متمنى يشاركوا مع تلميسون بس مثل ما قالتك هذا مفتوح لكل العالم يقدروا يقدموا حتى يأخذوا الخلاصات التي ستطلع من وراء هذا المشروع مكدا أستفيد هكذا من وجود حضرتك معنا وبما أنه حضرتك رئيسة قصة العلوم البيئية بالجامعة الياسعية هالدبارتمان اللي مش كتير إلو زمان نسبيا أجدد من غيره زباليوم الشباب يحضرون والصبايا كيف بدنا نوجهون على هالاختصاص من أي باكراوند لازم يكونوا جايين شو اختصاص من المدرسة حتى يقدروا يفوتوا يتسجلوا هي أول شي ست إن لسانس سيانس دولا يعني بيو بيوشيمي فيكون عامل منيحا كانت بالترمينال بس لترير عم يقدر يفوت فيه فات أشخاص بس هنا على همتهم هن يرجعوا يعدلوا بالنفو طبعا بعد الليسانس اللي هي الليسانس جنرال بيأخذ فيها عن علوم الأرض عن علوم الزوالوجي والبوتانيك وكمان بيولوجيا موليكولار كل الأشياء البيئية بعدين فيه يتخصصوا بالنفو ماستير يفوتوا بالعلوم هل فيه صعوبات شيء اللي كان بدي أقوله بعد بفكرة مين يفوت على هذا الاختصاص حتى فوتو منه فيزيك في فوتو شيمي فيه أشخاص يجوا عنا كانوا عمليين أوديوفيزيال كانوا كملوا هذا الماستير لأن الأشخاص اللي عايزين اليوم هو شخص أكيد فيه متخصصين بس بغير دومينت هذا الشخص يريد يعمل دراسة بيئية مثلا أي حيوانات موجودة يعني يكون عنده انفتاح كبير يعني مش ضروري يكون بس فوكس على الشغلة وحدة يعني بتكون عنده انفتاح على عدة مجالات كما الفرص العمل عم بتصير أكتر وأكتر أو حتى يمكن التطبيق على الأرض ضمن الدراسة ما فينا قدية عنده فرص يعني اللي عم تشتغل معي بهذا الدمان ما في شهر بيمرؤ إلا ما في عنا ووركشوب عنا ترينيج بوزارة البيئة بوزارة الزراعة جامعات تانية عم تعمل يعني هلأ بتحس فيه ديناميك مش منا نورمال وهذا شيء كتير بوزيتيف هلأ متضررة البيئة أكتر من غيرة بلبنان برأيك يمكن أكيد لأنه عندنا الضغط السكن بلبنان وهلأ مع المشاكل البوليتيكية اللي حدنا والعالم اللي زاد عددهم هذا كله فرصة ما عنده امباكت نيجاتيف على المشطأ على البيئة وهذا كله بده عمل وعمل دقوب ليرجع طويل الأمد وهنا بده نافس طويل أكيد أهمية هالمؤتمر قبل ما نختم للبنان ولكل المتوسط وهذا المؤتمر كان فيه يكون بحيالة بلد تاني من نحن أصرينا أنه يكون باللبنان لأنه بحاجة بحاجة أنه ندوي على هذا الموضوع بالذات لأنه الطبيعة باللبنان عندها خصائص كثير مهمة مش موجودة بغير بلدين برا لك مهم نحافظ عليها مهمة لبنانية يعرفوا قيمة السروة الطبيعية اللي عندهم إياها لك سيسامبوليك يكون موجود عندنا وفي نفس الوقت لبنان يلعب دور أنه يستكتب من الدول العربية ومن ومساعدات إنكمدية أو معنوية أو حتى الشارشار الأشخاص المعنيين ويكون أبعد مثلا أصعب على الدول العربية يروحوا إجمالا بس نحن دورنا هون نقطة وصل يعطيكم ألف ألف عافية على هالمبادارات أهلا وسهلا فيك دكتور مكدا بوداغر برايك مشاهدينا ومن بعدها منكون مع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر